اكدت مصر دعمها الكاملة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفضها تقويض حل الدولتين جاء ذلك في بيانها امام اجتماع لجنة الامم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف حيث اكد مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة السفير اسامة عبدالخالق ان اجتماع اللجنة يكتسب اهمية خاصة على ضوء تطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية وتصاعد التوتر في الاراضي الفلسطينية المحتلة التي تشهد مزيدا من الاحتقان خلال الفترة الماضية نتيجة للممارسات الاسرائيلية خاصة فيما يتعلق بالاستيطان